في ظل هذا التنظيم وظهور عبدول والآن عودة محمد عبد الرحمن كيف ترى وضع الهلال؟ والله يا حمد عبد الرحمن عودته مهمة جداً لكن أشوف لو محمد عبد الرحمن برضو هيرحظ نفسه لو نزل بذات التنظيم هيحاول يرجع يأخذ الكرة من وراء برضو هيستهلك هيستنفذ بالنهاية الخطورة حتكون حتقل للخطورة حتى محمد عبد الرحمن في مراسة داوص أنا أردت مصوري أصصاري ما لم يرجع الهلال لتنظيم 4-4-2 أنا ما ظل ليت أنه هلالي شكل خطورة لأي فريق محمد عبد الرحمن حط في مباراة سنداوس كان محمد عبد الرحمن أحمد شهر ناوب نعرفه أنه يلعب كرأس حربة صريح وجوده على الأطرف غلل من خطورة محمد عبد الرحمن في مباراة سنداوس وبعدين هو قطت حتى صيامه لفترة طويلة من الأهداف فساس أنه يعود يعني أضاع المباراة يعني كان فيه عدد من الفرن صوت أنه فيه كان خاصنا عن الفريق صراحة في مباراة تولولة يعني كان فيه هجمة قدر يأخذ المدافع بطريقة ممتازة جدا لكن ما كمل جميله لو مرر المهاجم نيجيري إبراهيم الصباح كان فيه حتة مريحة جدا لكن حاول هو يهدف بنفسه أضاع وكم من الفاولات اللي بتتعاملها الرأس الثمانتاشر برضو طيب وسط الهلال في وجود عبد الرحمن والجلال والله وسط مميز جدا لكن الوسط مميز ما لم يكون أنا أتمنى أنه يرجع لازل تأقول لأنه الوسط مميز نحن مشكلتنا الجزء الأمام في الهجوم كيف يدعمه طيب أنت لو الآن أنت المدرب درجع لأربعة أربعة أثنين سيلعب إبراهيم مع محمد مصطفى مع محمد عبد الرحمن أنت هو هنا شوف وتستغنى عن عيد مقدم وياسر مزمي وأصدو عيد مقدم وياسر مزمي واحد مننا هو اللي يدعم طيب مفترض ترجمة نانسي قنقر